استنساخ النموذج الإيراني كارتة كارتة سياسية من كل ما في الكلمة أولاً السنة عندهم كل أسس أن تنبني الدولة الديمقراطية عندها لأنه فرق نوعي ما بين السلطة أو نظرية الدولة عند الشيعة ونظرية الدولة عند السنة نظرية الدولة عند السنة مبنية على أنها مدنية أي السلطة للأمرة هي التي تبايع السلطان أو تبايع المالك أو الخليفة وهي حتى وإن كانت بيع شكلية لكن دائماً تعود إلى إرادة حتى وإن كانت شكلية هي الأمة وهذا يتطابق تماماً مع الأساس الفلسفية للديمقراطية في حين أن ولاية الفقه أو الإمام المعصوم عند الشيعة السلطة ليست للأمة لا فهو يريتها بشكل قطعي عبر منذ علي كرم الله وجوه حسبهم إلى آخر إمام معصوم وبالتالي فرق كبير الشيعة عندهم نظرية سياسية غاية في استيبدال سياسي السنة عندهم نظرية قائمة على الشورى قائمة على البيعة قائمة على الاستخلاف في الأرض للأمة وليس للإمام بمعنى أنها في اتجاههم عكس تماماً للفقه السياسي الشيائي بالعكس ستطابق على المستوى الشكلي مع الديمقراطية مبدأ فصل الصلاة كان عندنا وقانونية مبدأ القانونية أي الحكم وفقه قانون كان هو الشريعة عندهم هم الدستور مبدأ مبدأ التعددية والمعارضة كان عندنا مبدأ الانتخاب والبيعة كان عندنا بمعنى عندنا مقومات بناء الدولة الديمقراطية كسنة كمجتمع سنة كبيرة جداً فقط يجب أن نقوم بناء هذه النظرية لكن مع الأسف إلى الآن لا نستطع ممكن أن نبني هذه النظرية التي سوف تجمع ما بين الديمقراطية كفلسفة غربية وتنظيم وما بين الشورى كمبدأ فلسفي إسلامي والاستخلاف عندها سوف نبني وممكن جداً وسهلاً ليست كالنظرية الشيائية نظرية الشيائية مو غيلة مو غيلة مو غيلة مو غيلة في وأي قرار كبير لا يعود إلى الخامناء